اشتركوا في القناة وحوصات المختبرية لدفعة الاولى من المواطنين القادمين على متن طائرة المؤجرة ضمن خطة اجلاء المواطنين البحرينيين من ايران والبالغ عددهم 165 مواطنا ومواطنا كشفت عن وجود 77 حالة قائمة تم نقلهم لمركز العزل والعلاج في حين تبين سلامة 88 شخصا وخلوهم من فيروس كورونا كوفيد 19 وتم نقلهم لإحدى مراكز الحجر الصحي الاحترازي وأكدت وزارة الصحة أن عملية الإجلاء التي تمت للمواطنين المتواجدين أمس كانت وفق إجراءات محكمة طبيا ومعتمدة دوليا وأشارت وزارة الصحة إلى أنها قامت وفور وصول أول دفعة من المواطنين من إيران إلى مملكة البحرين على متن الطائرة المؤجرة قامت بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة حيث تم إجراء الفحوصات المختبرية اللازمة للمواطنين في الأماكن المخصصة لذلك تحت إشراف الطواقم الطبية المتخصصة وبناء على النتائج تم نقلهم لمراكز الحجر الصحي الاحترازي أو مراكز العزل والعلاج وفقا للإرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية ترجمة نانسي قنقر